تقول قوات شرين إنها قدمت تضحيات مؤلمة حتى نجحت في الضغط لاعتماد بصمة العين واليد وسيلة بايومترية وحيدة للاقتراع المقبل أنصار المشاركة في الانتخابات ينبهون إلى أن تسلم البطاقة البايومترية ليس هدفه بالضرورة المشاركة في الانتخابات بل لأنه يسهم في تقليص فرص التلاعب بأسماء ملايين المواطنين وبطاقاتهم الإلكترونية السابقة إذ كشفت التحقيقات أن الفاسدين استخدموها لتغيير النتائج سابقا بنحو مروع على منصات التواصل يزود هاشتاغ حدث ثم قرر كحملة للتحشيد نحو استصدار البطاقات البيومترية بهدف منع التزوير حتى في حال عدم المشاركة حملة أدت لانقسام بين أهل تشرين أنصار تشرين يقولون إن جهات التزوير تستغل عاملين الأول الثغرات الفنية في البطاقات والثاني انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع وإذا عولجت المسألتان فإن إمكانية تغيير خريطة القوى في البرلمان تتزايد شرط كبح السلاح المنفلت تأخذ شركة إسبانية على عاتقها إنجاز تلك البطاقات وتقول مصادر يو تي في أن خبراء دوليين أبلغوا الحكومة بضرورة توفير ضمانات أعلى أثناء طباعتها وهو ما دعها إلى نقل عمليات الطباعة بالكامل من إسبانيا إلى أماكن شديدة التحصين داخل بغداد برعاية من أجهزة الدولة الرقابية والقضائية والاستخبارية وتحت إشراف أممي جهود حماية الانتخابات لم تتوقف عند هذا الحد فقد بدأت دول أوروبية بالمساهمة في الرقابة والدعم الفني في كل التفاصيل عبر أربع شركات دولية مختصة إلى جانب خبراء كوريا وإسبانيا بأمل إعادة بناء الثقة بالعملية الانتخابية بعد تجربة 2018 التي شهدت مقاطعة واسعة اشتركوا في القناة